السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايك وأصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح المحور الثالث how the world works أو كيف يعمل العالم منهج discover اكتشف primary one أو الصف الأول الابتدائي how goods are made around the world أو كيف تصنع البضائع حول العالم كنا شرحنا الدرس اللي فات حتى نهاية page 6 أو صفحة 6 والنهاردة ده تاني درس لشارح discover وهنبدأ شارح page 7 أو صفحة 7 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا الكاشكول بتاعنا اللي بنذاكر منه ونكتب في ملاحظاتنا ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عنوان page 7 how a pencil is made how يعني كيف a pencil القلم الرصاص is made صنع made يعني صنع وده الموضي بتاع make يعني يصنع فهو هنا بيسألنا الألم الرصاص صنع ازاي كيف تم صنعه ويهي الdireكشنز بتاعة البيج اللي بتقول draw ارسم align خط from each picture من كل صورة to the correct number للرقم الصحيح to put the steps يعني لتضع الخطوات of making a pencil in order لصنع القلم الرصاص in order يعني بالترتيب والكلمات الجديدة هنا draw ارسم طبعا نحن نعرفينها align يعني خط from من each picture كل صورة to the correct correct يعني صحيح number الرقم الصحيح to put لتضع the steps the steps الخطوات of making لصنع a pencil الالم الرصاص in order بالترتيب وزي ما احنا شايفين هنا هو مدينا four numbers او اربع ارقام one two three four واربع صور فبيقول لنا رتب الصور دي بتاعة صنع الالم الرصاص بالترتيب الصحيح والمفروض ان احنا نوصل كل صورة برقمها في الترتيب الصحيح بتاعة الصنع بتاعة الالم الرصاص فاول حاجة المفروض الالم الرصاص بيتصنع طبعا زي ما احنا عارفنا المرة اللي فعتت من الوود او الخشب والجرافيت او الجرافيت طبعا اللي احنا عارفناه قبل كده اللي هو اللي هو نوع من انواع الكربون طبعا اللي بيستخرج من المناجم بتاعة باطن الارض والرابر او المطاط فالمفروض ان احنا اول صورة هنا رقم واحد اللي هي بتاعة الخطوة الاولانية هيا ترى هي استخراج الجرافيت من المنجم بتاع باطن الارض واللي هي الالم الرصاص في شكله النهائي واللي هي الصورة بتاعة الجرافيت لما جمعنا الجرافيت وجبناه وجمعنا الوود وجبناه وجمعنا الربر او المطاط وجبناه واللي هي الصورة بتاعة المصنع اللي بيتم فيه تجميع الحاجات دي مع بعض علشان يطلع لنا الالم الرصاص شاطرين اول صورة اللي هي الصورة بتاعة المنجم اللي بنخرج منه الجرافيت علشان خاطر نستخدمه في صنع الالم الرصاص فدي صورة رقم واحد فهنوصلها بنومبر ون طب بعد ما طلعنا الجرافيت من المنجم بتاع باطن الارض المفروض ان احنا بنحطه مع المواد التانية علشان خاطر نقدر نوديهم المصنع علشان يصنع لنا الالم الرصاص ففين الخطوة رقم اثنين اللي فيها المواد كلها مجتمعة قبل ما تروح المصنع هنا اصحابي شاطرين دي صورة نومبر 2 او الستيب نومبر 2 الخطوة رقم اثنين فانوصلها بنومبر 2 هنا لان احنا هنا فعلا جمعنا الوود والجرافيت والرابر اللي بنستخدمهم في صنع الالم الرصاص فانوصلها برقم اثنين ودي ستيب نومبر 2 او خطوة رقم اثنين طب ايه هي تالت خطوة يا أصحابي تصنيع الألم رصاص ولا الألم رصاص في شكله نهائي بقى اللي احنا بنستخدمه به شطرين هي تصنيع الألم الرصاص في الفاكتوري أو في المصنع فالمفروض هنوصل الصورة دي بـ number 3 لأن دي هي step number 3 وكده نوع الصورة واحدة اللي هي step number 4 أو الخطوة الرابعة شطرين هي الصورة دي اللي هي الصورة بتاعة الألم رصاص في شكله النهائي بعد ما تصنع من المواد بتاعة تصنيعه كلها ودي step number 4 أو الخطوة الرابعة ونوصل الصورة دي بـ number 4 وبكده نكون حلينا الـ page دي ونتنقل الـ page اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لـ page number 8 أو صفحة رقم 8 ونوانها types types يعني أنواع of goods of goods يعني البضائع goods يعني بضائع types of goods يعني أنواع البضائع types of goods وإن الـ directions بتاعتها بتقول write write يعني اكتب each item each item يعني كل أنصر from the list on the board من الليستة أو من القائمة اللي موجودة على البورد على الصبورة under the correct type تحت النوع الصحيح of goods لبضائع المفروض هنا الميستر بتاعكو أو الميست بتاعتكو هتكتب لكم مجموعة من الـ goods أو من البضائع على البورد في الخلاسروم على الصبورة في الفصل هنقول مثلا البضائع هذه هي shirt shirt يعني قميس trouser trouser يعني بانطلون an apple an apple يعني تفاحة bread bread يعني خبز car أو يعني toy car يعني عربية لعبة teddy bear teddy bear يعني دبدوب لعبة toothbrush toothbrush يعني فرشة أسنان comb يعني مشت دي المفروض مجموعة بضائع هتكتبها المدرس أو المدرسة على البورد في الـ class على الصبورة في الفصل وإحنا هنقسمها علشان نتعلم إزاي نقسم الحاجات وإزاي نصنفها المجموعات بإن إحنا هناخد كل حاجة من الحاجات دي ونحطها تحت النوع الصحيح بتاع البضاعة بتاعتها فهنا عندنا هو مقسم لنا البضائع لأربع أنواع أول حاجة closing closing يعني ملابس تاني حاجة food food يعني طعام تالت حاجة toys toys يعني لعب أو ألعاب ورابع حاجة hygiene hygiene يعني أدوات العناية الشخصية أدوات النظافة الشخصية زي فورشة السنان أو التوست براش وزي الكمب أو المشت فدي اسمها أدوات النظافة الشخصية أو العناية الشخصية وإن إنجليش اسمها hygiene hygiene يعني أدوات العناية الشخصية فهنا هناخد البضائع اللي احنا كتبناها على الصبورة ونقسمها تحت الأنواع دي فإحنا كنا قلنا عندنا shirt أو amies trouser pantalon المفروض shirt أو amies trouser أو pantalon هما closing ملابس ولا food طعام ولا toys ألعاب ولا hygiene عناية شخصية شطرين shirt with trouser أو amies وال pantalon المفروض يتحطوا هنا في closing أو في الملابس فهنا اكتب هنا shirt amies trouser pantalon طب كان عندنا تاني حاجة في an apple والتفاحة وبريد بريد يعني خبز المفروض التفاحة والخبز closing ملابس ولا food طعام ولا toys ألعاب ولا hygiene عناية شخصية شطرين المفروض أن ال an apple أو التفاحة والبريد أو الخبز food food يعني طعام فهنا نكتب هنا an apple تفاحة وبريد خبز طب عندنا كمان فيه teddy bear أو دبدوب لعبة و toy car عربية لعبة المفروض teddy bear أو الدبدوب اللعبة و toy car أو العربية اللعبة closing ملابس ولا food طعام ولا toys ألعاب ولا hygien عناية شخصية شطرين toys toys ألعاب فهنا نكتب هنا teddy bear وهنا نكتب هنا toy car أو car و آخر حاجة عندنا tooth brush tooth brush يعني فرشة سنان و comb comb يعني مشت المفروض أن فرشة السنان و المشت closing ملابس ولا food طعام ولا toys ألعاب ولا hygien عناية شخصية شطرين هما hygien فهنا نكتب هنا tooth brush فرشة سنان و comb أو مشت و بكده نكون حلينا ال page دي و أنهناها و الكلمات الجديدة هنا types types يعني أنواع goods goods يعني بضائع item item يعني عنصر list list يعني قائمة board board يعني لوحة أو صبورة under يعني تحت the correct الصحيح type النوع of good البضاعة فنوع البضاعة الصحيح under the correct type of good تحت نوع البضاعة الصحيح ونتقل النجاح ونتقل لل page اللي بعد كده خديكم معي ونتقل لpage number 9 أو صفحة رقم 9 وهنا لسا هو بيعلمنا إزاي نعمل sorting أو نعمل تصنيف ونقسم الحاجات لمجموعات على حسب نوع البضاعة أو على حسب استخدمها أو على حسب حتى المواد اللي هي تصنعت منها فإحنا لسا بنتكلم عن البضايع والمراضي هنتكلم عن الاماكن اللي بنشتري البضاء عادي منها فطبعا كل حاجة لها المكان اللي احنا بنشتريه منه فانها عنوان البيتج دي بيقول لنا Stores Stores يعني المتاجر والمفرق بتاعها Stores Stores يعني متجر And Market Places Market Places يعني الأسواق Market Places يعني الأسواق فعنوانها Stores and Market Places يعني المتاجر والأسواق وطبعا هنا واضح انه هو بيكلمنا عن الاماكن اللي بتبيع البضاء المختلفة فبيقول لنا هنا Write اكتب Each item كل عنصر From the list On the board من القيمة الموجودة على البرد على اللوحة على الصبورة في الفصل Under the place تحت المكان Where you can buy it اللي انت ممكن تشتري منه طبعا هنا المفروض ان الميس او الميستر كت بنلكه مجموعة بضائع على البورد في الفصل تاني بس المرة دي هنقسم البضائع دي على اساس المكان اللي احنا بنشتريها منه فاحنا مثلا لو عندنا Apples Apples يعني Space Cheese Cheese Space يعني جبنة Twochan brush toothbrush يعني فرشة سنين وعندنا Book Book يعني كتاب وعندنا Story Story يعني قصة وعندنا Bread Bread يعني خبز وعندنا shirt يعني قميص المفروض ان الكلام ده يبقى مكتوب على البورد في الكلاصروم او في الفصل فاحنا عندنا الكلمات دي او البضائع دي عايزين نقسمها على اساس المكان اللي احنا ممكن نكون بنشتريها منه فالاماكن هنا هي grocery store grocery store يعني البقال او البقالة مكان البقالة pharmacy pharmacy يعني الصيدلية book store book store يعني المكتبة مكان بيع الكتب وmarket ماركت يعني السوق فعندنا هنا اربع اماكن فالمفروض ان احنا نقسم البضائع اللي احنا قلنا عليها من شوية على الاماكن دي على حسب كل بضائع بنشتريها من المكان الخاص بيها فلو قلنا مثلا قدامنا apples with cheese apples يعني تفاح وتشيز وجبنا المفروض ان احنا بنشتريها من grocery store او من محل البقالة الكبير ده ولا من الفارمسي الفارمسي او الصيدلية ولا من البوك ستور البوك ستور او محل الكتب المكتبة ولا من الماركت الماركت السوق شطرين احنا ممكن نشتريها من grocery store او من محل البقالة ده زي ما احنا شايفين فيه ارفف فيها فواكه وفي ارفف فيها انواع مختلفة من الجبنة فنكتب هنا ابلز ونكتب هنا تشيز ونشوف عندنا ايه تاني موجود عندنا هنا توس براش توس براش مفروض ان احنا بنشتريها من grocery store ولا من الفارمسي ولا من البوك ستور ولا من الماركت توس براش اللي هي فارمسي الفارمسي او من البوك ستور او من الماركت فورشة السنين بنشتريها من ايه اصحابي شطرين بنشتريها من الفارمسي او من الصيدلية فنكتب هنا توس براش طب عندنا هنا كمان في بوك وعندنا في ستوري بوك يعني كتاب وستوري يعني قصة المفروض ان الكتاب والكصة احنا بنشتريهم من الگروسيري ستور ولا من الفارمسي ولا من البوك ستور ولا من الماركت شطرين بنشتريهم من البوك ستور او من محل بيع الكتب من المكتبة فهنكتب هنا بوك وهنكتب هنا ستوري والمفروض عندنا كمان في شيرت او قميس وفي بريد او خبز المفروض ان الشيرت والبريد ممكن يكون بنشتريهم من الگروسيري ستور ولا من الفارمسي ولا من البوك ستور ولا من الماركت شطرين ممكن نشتريهم من الماركت فهنكتب هنا شيرت او قميس ونكتب هنا كمان بريد او خبز وبكده نكون انهينا البيج دي والكلمات الجديدة هنا ستورز يعني متاجر ماركت بليسز يعني اسواء او قميس ونكتب او كل انصر من القيمة على الصبورة تحت المكان الذي يمكنك تشتريه منه محل البقالة الصيدلية محل بيع الكتب ماركت نتنقل البيج صفحة رقم 10 قبل مشرح الجزء أحب أفكرك وأقولك أن تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات لكي يوصلك كل جديد ونتابع مع بعض أول بول وكما عرفتكم قبل كده في خصم حاصرية عاملها موقع جميع لمشتركي قناة فلاش التعليمية وهو بيصل إلى 50% على بعض المنتجات لو حابين تستفيدوا بالخصم ده تقدروا تدخلوا عن طريق اللينكات إلا أنا سيبها لكم في الوصفة أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو ونرجع لبيج نومبر 10 أو صفحة رقم 10 وعنوانها ماي ديلي نيد ماي يعني ملكي ديلي يعني يومي نيد يعني احتياجاتي أو حكتي اليومية فأنا بيكلمك احنا عرفنا في الدرس اللي فات الفرق بين الوونت والنيد أو بين الحاجة والرغبة وعرفنا إن النيد هي حاجة مهمة جداً حياتك بتتوقف عليها بينما الوونت زي ما قلنا هي رغبة أنت حاجة أنت عايزها بس هي مش هتأثر على حياتك بشكل كبير فهنا بيقولك أنت بيسألك عن ديلي نيد أو حاجة يومية أنت بتحتاجها كل يوم ماي ديلي نيد يعني حكتي اليومية في الإنزة بلانكس في الإنزة بلانكس في الإنزة بلانكس في الفراغات بلانكس يعني فراغات تشعو لتعرض your learning your learning يعني تعلمك learning تعلم فبيقولك هنا one يعني واحد good بضعة واحدة that I use everyday أنا بستخدمها I use everyday كل يوم إيه هي الحاجة اللي أنت ممكن بتستخدمها كل يوم وزي ما أنا وضحت قبل كده أنا بنتكلم عن حاجة مش عن رغبة إيه هي الحاجة اللي أنت بتستخدمها كل يوم ومتقدرش متستخدمهاش في أي يوم مثلا ممكن نفترض أن هي الخبز أو البريد one good that I use everyday is bread يعني حاجة أنا بستخدمها كل يوم هي البريد الخبز I guess يعني أنا أخمن that my bread يعني أن الخبز بتاعي is made out of إن هو مصنوع من هنقول flower flower يعني دقيق يبقى احنا كده إيه كملنا ثلاث فراغات هنا بيقولك كمان it is a إنه بالنسبة لك بتستخدمها كل يوم it is إنها a closing ملابس ولا food طعام ولا توي ألعاب ولا grooming عناية شخصية إحنا بنتكلم هنا عن البريد فنكتب هنا food يبقى it is a food type of good إنه نوع من نوع بضائع الطعام it is a food type of good إنه بضائع من بضائع الطعام I can أنا أستطيع buy my good at أنا ممكن أشتري الخبز أو I can buy أنا ممكن أشتري my good البضائع بتاعتي at هشتري الخبز منيني أصحابي من grocery store من محل البقالة ولا من pharmacy الصيدلية ولا من book store محل بيع الكتب ولا من market أو السوق هنشتري من الماركت I can buy my good أنا ممكن أشتري بضاعتي at market at market يعني من السوق وأنا بيطلب منك في البوكس ده إن أنت ترسم الحاج اللي أنت بتكلم عنها وبيقولك here is a drawing هنا رسم of my good للبضاعة بتاعتي here يعني هنا here is a drawing يعني هنا رسم of my good للبضاعة بتاعتي والكلمات الجديدة هنا daily يعني يومي need يعني حاجة احتياج يومي fill املأ blanks يعني فراغات show عرض you're learning يعني تعلمك يعني تعلمك good بضاعة everyday كل يوم I use أنا أستخدم I guess يعني أنا أخمن made out of مصنوعة من type type of good نوع البضاعة closing ملابس food طعام toy لعبة toy لعبة grooming يعني عناية شخصية I can أنا أستطيع buy أشتري my good بضعتي at grocery store يعني محل البقالة pharmacy يعني الصيدلية book store يعني محل بيع الكتب والmarket طبعا اللي هو السوق here يعني هنا here is a drawing هنا رسم of my good للبضاعة بتاعتي وهترسم هنا شكل الخبز اللي انت بتكلم عنه وبكده نكون انهينا شرح الدرس النهاردة وفي الختام اتمنى انتو تكونوا استفدتم من الدرس لو اعجبكم الفيديو اعملوا لايك والاهم ان انتو تشاركوا الدرس ده مع اصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته